دعا محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق ونائب رئيس حزب المؤتمر الدكتور رضا فرحات دعا إلى ضرورة أن يكون هناك قانون موحد للإدارة المحلية جاء ذلك على همش جلسة حول قانون الإدارة المحلية لاستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات بالمحور السياسي نظام الانتخابي لازل تجرع عليه المحليات هل نظام قايمة نسبية أم مطلقة مغلقة الأراء متبينة ومازال عليها محل نقاش لكن احنا من وجهة نظر الحزب بنتاج إلى القايمة المطلقة المغلقة مع النظام الفردي يعني 75% قايمة مطلقة مغلقة و25% تخصص للمقاعد الفردية كيفية تطبيق المادة 180 من الدستور الخاصة بالعدد المقاعد 25% مرأة 25% شباب 50% عمال مهلاحين تمثيل مناسب للمصريين في الخارج والإخوة الأقباط والزاوي الهمم هذا برضو يتوافق هذا الموضوع لا بديل عن القايمة المطلقة تعريف العامل والفلاح في القانون يجب أن يتغير اللي يتسع إلى فئة أكبر ممكن يندرج تحتها بعض المهنيين والفئات الأخرى تعريف العامل والفلاح هو ما يعمل لدى الغير بأجر ده تعريف متسع ممكن نغير القانون وندخله بالتالي يدينا مساحة للمشاركة التوافق على إجراء المجالس المحلية مهم ولكن التريس وليس البط أن نتريس ونتمهل وليس البط طبعا قانون إدارة المحلية نفسه محتاج أن ننقشه بتمهل عشان يتواكب مع مواد دستور 2014